نزلوا الناس فوضوا بالملايين يوم الجمعة الماضي فه? والناس كلها بتسألنا بتسألنا في رسائل بتسألنا على التليفونات فإيه؟ إلى متى تبقى حياة الناس رهينة لفشل سياسي وأنا عفواً بستخدم كلمة فشل سياسي فشل سياسي من الجميع إلى متى تبقى حياة الناس رهينة لأقم سياسي إحنا لا عندنا مبادرات على الترابيزة ما عندناش حاجة تفك الأزمة وما فيش تفكير غير في الخيار الأمني وكثيرون ضد هذا الخيار الأمني وبيقولوا لا ما هو الأمن لو دخل فض هذا سيعني قتلى كثر وأنا الحقيقة عندي سؤال ليه؟ الأمن لما فض الاعتصامات في تركيا صحيح ما كانوش معتصمين يعني مسلحين كانوا ناس شباب لطيف جدا وشباب يعني محترم ما كانش فيه قتلى كان فض بالمياه فض بالغاز فض بأدوات أخرى كثيرة عندنا مشكلة أن هؤلاء المعتصمين غالبا أو عندنا معلومات بتقول أن هما مسلحين وعشان كده إحنا لازم نتحرك أين اللجنة القضائية المستقلة التي قالت عنها وطلبت بها تمرد وطلب بها الطيار الشعبي والنقيب سامح عشور فين اللجنة دي؟ ليه ما تحركناش في الإطار دي؟ فين فكرة حصار هذه التجمعات حصارها وتقول لهم أن القواعد بتقول أن أنت مش هتخرج من هذا المكان وخليهم عاديين بقى سنة سنتين خليهم عاديين في هذا المكان هو فين قواعد التظاهر؟ ثلاثة عند قواعد للتظاهر يمكن لهذه الدولة وهذه الحكومة أن تخرج قواعد للتظاهر وتقول أنا خلال السنة اللي جاية قواعد التظاهر عندي كذا وتكون قواعد نتفق عليها مش قواعد تظاهر زي بتاعة مرسي اللي هو ما ترفعش يفطى بتهاجم لا قواعد تظاهر أنه المسيرات لا تعطل المرور أنه أنت مش هتعمل كذا قواعد تظاهر خدوا قواعد التظاهر الموجودة في أي دولة في العالم وطبقوها فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ يعني أنتوا لا عايزين تستخدموا الحل الأمني وهناك قلق من استخدام الحل الأمني وهناك عقم سياسي أربعة هو ليه ما نقدرش مثلا نحاصر هذه التجمعات ونقطع عليها المدد مدد الميا ومدد الكهرباء ومدد أنت عندك مليون طريقة تقدر تعمل بها ده هو ليه لازم إما أننا نقتل الناس أو أننا ما عنديش حل تاني ثم إنه بصراحة قوات الشرطة وقوات الجيش لابد أن تكون يعني مدربة بشكل أفضل من ده إن الخسار ما تكونش كتيرة إنه على قدر المستطاع قدر المستطاع خسار ما تكونش كتيرة اضرب في الأرض اضرب في السماء شوف الإنزال من فوق فيه مليون طريقة ده بالنسبة للحل الأمني على الجانب السياسي زي ما قلت لكم عقم سياسي إحنا ما شفناش مبادرات على المائدة شفنا جلسة واحدة لمؤتمر مصالحة وطنية وعدالة انتقالية انتهت الأمور بعدي الدولة المصرية يجب أن تتحرك بقواعد تظاهر بقوانين وطحة بقواعد عدالة انتقالية فين الدولة المصرية الناس دي لما نزلت فوضت ما فوضتش بس الفريق السيسي فوضت دولة مصرية بتقول لها يا دولة أنا أريدك أن تحميني من الإرهاب هذه الدولة حتى هذه اللحظة لم تتحرك هذه الحكومة لم تتحرك المسؤولين عن الأمر السياسي لم يتحرك بعد يقول لك ما الدكتور البردعي هدت به الاستقالة إذا ما تم الفض الأمني إذن علينا أن نقدم ربما الدكتور البردعي بيعمل توازن كمان وبيقول أنه فعلا هو قلق من فكرة الدم هو قلق من رد فعل الخارجي والغربي ربما يكون الأمر كذلك فين التحرك السياسي فين المبادرات فين رؤيتنا لمستقبل الجماعة فين رؤيتنا لمستقبل حزب الحرية والعدالة طيب إحنا هنتفوض على إيه الأجانب بيتكلموا على التفاوض على خروج الآمن وبتدوا يطرحوا off the record كده بيطرحوا خروج مرسي بيطرحوا خروج عدد من القيادات هل ده مطروح بالنسبة لنا ولا مش مطروح بالنسبة لنا لازم يبقى فيه تفاوض يا جماعة لازم يبقى فيه مقيدة حوارهنا تفاوض off the record on the record ورا السطارة قدام السطارة لكن حالة العقم السياسي التي نعاني جميعا منها حزاب سياسية ما بتتحركش انجي اوز ما بتتحركش مفيش حد بيتحرك غير ان احنا بنقول لا والله ماينفعش نقتل الناس ماينفعش نقتل الناس وهو ماينفعش نقتل الناس لكن البلد هتتحرك ازاي كيف ستعيش ها جمهورية مصر العربية خلي بالك ان هو بيشللك الحياة خلي بالك ان هو بينجح انه يضعك في مأزق هل انت هتقبل هذا المأزق ولا فيه قنبلة هتفرق عفو الشك هذا العقم السياسي لا يمكن ان يستمر والناس لا يمكن ان تصبر على داك ومش هتصبر على دا وحتقول انا نزلت فوط عملتلي ايه لا يمكن ان انا كل يوم يبقى عندي اربعة وخمسة بيموتوا في سينة مش ممكن غير مقبول وغير مقبول بالذات بعد نزول الناس يوم تلاتين ويوم تلاتة ويوم ستة وقشين وعلى فكرة المواقف الميعة لا يمكن ان تستمر كلنا عايزين حو الانسان كلنا مش عايزين نقطة الدم لكن المواقف الميعة لا تحتمل ولما جاءنا بيتكلمونا بنسألهم سؤال واحد وانتوا عندكوا بتعملوا ايه انتوا عندكوا بتحلوها ازاي تحبوا تاخدوهم تحلوها عندكوا انا في واحد يعني من يومين قلت له تحبوا نديهم لكوا اسايلم تعملوا لهم لجوء سياسي وتاخدوهم عندكوا قال لي لا فايه اشتركوا في القناة